أسبوع ذلك أقيمت الجائزة الكبرى بالصين لرياضة التكواندو المنتخب التونسي تحصل على زوز ميداليات ذهبية نعم زوز ميداليات ذهبية في الدورة هذه في وزن أقل من 54 كيلو البطل متاعنا خليل شندوبي في وزن أقل من 80 كيلو تحصل على الميداليات ذهبية في راس القاتوسي وهكا ضمننا وجود سبعة تون سفر رياضات الفردية في الأولمبياد متاع 2024 إلى حد الآن طبيعة مازالت برشا تصفيات مش تصير في برشا رياضات ومازال الخير إن شاء الله على قدام في الفيديو متاع اليوم مش نحكي لكم على السبعة الرياضيين نظومة والطريقة اللي يتأهلوا بها إلى حد الآن لكن بل هذا الكل ما يزمناش ننساوه أخوتنا الفلسطينيين ديما يزم يقعدوا في مخنا في قلبنا وندعموهم كل واحد بالطريقة اللي بنجمها وأقل حاجة بالدعاء متاع وربي ينصرهم وينصر كل مظلوم ونقولوا للظالم حسبنا الله ونعم الوكيل ونزجابر فانز اروند دي وورد رحبوا بكم نرجع لكم توتريت كما قلت دونك وش نحكي في الفيديو ذايا على الأبطال متاعنا اللي يتمكنوا دي جاءه متى ههل للولمبيادة متاع باريس 2024 لكن بالطبيعة متنساوش اكل لايك الباهية باش الفيديو يوصل أكبر عدد ممكن من المشاهدين واللي ما زال ما اشتركش في القناة ديها بتعمل اشتراك تفعل الكلوش دو نوتيفيكاسيون باش كل من هابت فيديو تفطن به ديراكتما ونعود الراحب بكم من جديد ويلا نبدأ ونحكيه على الأبطال متاعنا أول زوز متاهلين بالطبيعة هما أونس جابر وأحمد أيوب الحافناوي بطبيعة أونس جابر بالترتيب المحمي بحكم وأنها في التوب تان وبحكم وأنها في الميار دولافريك دونك بالترتيب المحمي فأنها متاهلة بشكل آلي للولمبيادة متاع 2024 ايجالما أحمد أيوب الحافناوي بحكم وأنه بطل العالم كيف كيف فأنه متاهل من غير تصفيات من غير حد شي بش يتأهل ديراكتما للولمبيادة متاع 2024 موضية حاجة جديدة بالنسبة للرياضة التونسية بستنسين في برشة في رياضات السورتوم النوع ذايا بالتصفيات وبعد تعب وشقا بش نوصلونا القاور واحنا في الولمبياد بوريون فوا عنا توا مشكين هما بارك روا عنا واحد اخر بش نحكي عليه توتسويت متاهل بالترتيب الأولمبي بتاعه يعني من غير تصفيات ديراكتما بش نلقوه في الولمبيادة متاع 2024 في فرنسا رقم واحد ورقم اثنين هما بونس جابر وأحمد أيوب حافني رقم ثلاثة هي العداءة مروى بوزياني اللي هي بش تكون أول المتاهلين بالتصفيات الولولمبيادة متاع باريس بعد ما حقت الميدالية الفضية في سباق 3000 متر موانع في توقيت تسعة دقائق سبعت عشر ثانية وثمانية وعشرين جزء من المئة وهكاكا ضمنت بطاقة تأهل الأولمبياد ووليت مروى البوزيانية أول رياضية تونسية متاهلة في اختصاص ألعاب القواس في دورة الألعاب الأولمبية هدية بعد ما حقت الحد الأدنى المطلوب في سباق 3000 متر موانع والمقدر تسعة دقائق وثلاثة وعشرين ثانية تأهلت بالتوقيت متاعه نمشي لللاعب رقم أربعة والرياضي رقم أربعة اللي ضمن التأهل متاعه واللي هو العداء التونسي أحمد الجزيري تأهل الأولمبياد متاع باريس نهار 11 سبتمبر 2013 في سباق 3000 متر موانع زادة هو في ملتقى زغرب في كرواتيا وحقق توقيت ثمانية دقائق وثلاثة 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 جزء من المئة وضمن هكايا المشاركة متاعه في الجزء الأولمبيك باري دوميل 24 هكايا عن نتاوى أربعة ثم شكونوا اللاعب رقم خمسة اللي ضمن التأهل متاعه هي المولاكمة خلود الأحليم تكسب إذن رهان التأهل للأولمبياد متاع باريس 24 والميزان متاحه هو 57 كيلو جرام ضمن بطاقة التأهل متاحه للألعاب الأولمبية القادمة بعد ما فازت في التصفيات الأفريقية مع العالم رهي خلود الأحليمي شاركة ديجاء في الأولمبياد اللي فاتت بتاع توكيو ثم في الرماية المقعد السادس كانت في الرماية تونسية أولفا الشارني تأهلت كذلك للأولمبياد متاع باريس 24 والتأهل متاحه جاء نهار 3 أكتوبر 2022 بعد ما تحصلت على الميدالية الفضرية في بطولة أفريقيا الرماية اللي أقيمت في مصر في القاهرة دانك أولفا الشارني هي السبورتيف السادس في تونس اللي ذوانت أهل متاعه للجزء الأولمبياد دميلة 24 ثم نمشيو لتكوانتو كما قلت لكم أقيمت جمعة هذية الجائزة الكبرى في الصين في الملتقة هذية الرياضيين تونس أبدعوا أبدعوا وحقوا نتاج باهرة خليل جندوبي إذن تحصل على الميدالية الذهبية ترشح متاعه مش رأوا بسبب الميدالية الذهبية لكن بحصوله على الميدالية الذهبية هذه عدد النقاط اللي عنده وله في الكلاسمون أولمبيك ضمن به التأهل متاعه هذي الفوق الكلاسمون كما تروا فيه أولمبيك في المرتبة الأولى العالمية جون جانج الكوري في المرتبة الثانية محمد خليل الجندوبي مجموعة نقاط 369.68 نقطة وعدد النقاط متاعه الحالي يأهله بش يضمن له وجوده في مجموعة الرياضيين اللي بش يتأهله بشكل مباشر للجوزة الأولمبيك 2024 نرجع للتورنواء اللي شارك فيه خليل جندوبي الجايزة الكوبرا في الصين دونك خليل جندوبي تمكن من حصول على ميدالية ذهبية وبحصوله على الميدالية ذهبية أنا قلت لكم هو تاوكلا سيدوزياب لكن أثر حصوله على الميدالية ذهبية راهو بش يعود يرجع للمرتبة الأولى العالمية في الميزان متاعه بطبيعة في الترتيب العالمي اللي بش يصدر في مطلع الشهر القادم يعني في الدوبية متاعه نوفمبر وهكا جندوبي بشوالي نمبر وان في الميزان متاعه في التاكوانتو في الفنال الجندوبي تواجه معه الانسيان نميرو اين مونديال اللي هو جوان جانج الكوري والجندوبي تمكن بش يربح في زوز جولات مقابل واحد ماتش كان تري سيري لكن خليل الجندوبي كان حقيقة في الموعد والموقع الرسمي متاع التاكوانتو العالمي هبت تقرير كامل على خليل الجندوبي بان ما يسمحش الوقت بش نقرار لكم التقرير الكامل لكن العنوان متاع التقرير كان محمد خليل الجندوبي تونيجيان لاين الاسد التونسي خليل الجندوبي اذا هذو ما السابعة اللي دي جاء ضمنه تأهلهم للجوزولمبيك باري دوميل فانتكاتر لكن في الملتقى هذا هي الجائزة الكبرى بالصين مش كان خليل الجندوبي اللي تحصل على ميدالية ذهبية ايقالمو عنا رياضي اخر اللي هو فيرس القاتوسي كيف كيف نهار 11 اكتوبر تمكن بش يتحصل على الميدالية ذهبية وحقق مفاجأة كبيرة المفاجأة مش في الفينارة في الحقيقة المفاجأة اللي حققها هي في الربع نهائي في الربع نهائي يتأهل على بطل العالم 2023 وبطل اوروبا 2023 والمصنف الأول أولمبيان سيموني أليسيو كيف 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 مقابل سفر ثم جاء الدور الربع نهائي وهنا كان ديفيلة كبيرة خاطره بش يواجه بطل العالم والمصنف رقم واحد في اللعبة في الميزانة ذاية كما قلت سيموني أليسيو وتمكن بش يربح بجولتين لسفر وهنا المفاجأة يعني حتى في نوعية الانتصار ثم في الدور النصف النهائي ربح ضد الأمريكي نيكولاس اللي هو زادة مصنف الثالث أولمبيان يعني من عمالقة من عمالقة اللعبة في الميزان متاعه بزوز جولات مقابل واحد وفي الدور النهائي كانت المباراة أسهل شوية بالنسبة له على خاطر اللي قابله في الفينال كان مستوى متاعه أقل شوية من زوز منافسين الاخرانين متاع الدومي فينال واللي هو الكوري وفي الفينال اللاعب الكوري أظهر أسلوب متنوع ولعب بطريقة هجومية وكان اللاعب القاتوسي أقل حركية لكنه كان تريبريسي كان دقيق ياسر في الضربات متاعه وتمكن بش يفوز في الجولة لول لكن في الجولة الثانية من لول تقدم القاتوسي لكن من بعد الكوري سيو تمكن بش يعدل وبعد ما تقدموا هكاك أرباحها بصعوبة جولة ثانية يعني يولاوا واحد واحد وتعداوا للجولة الفاصلة في الجولة الفاصلة الكوري كان متقدم شوية لكن بضربة قوية بالساق متاعه قاتوسي تمكن بش يعطي برشة ضربات للمنافس متاعه وتقدم بنتيجة ستة واحد وبعد تقدم بنتيجة ستة ثلاثة وكانت اخر عشرين ثانية عبارة على عركم تعساقين كل واحد يمد في ساقه وفي الأخر تمكن القاتوسي بش يحقق الانتصار بنتيجة ستة عشرة ويهز الميدالية الذهبية هذا ايضا كان يوصفت لكم شنيا اللي صار في الفينال بالضبط بالنسبة للماتش متاع القاتوسي مع العالم القاتوسي رو تحصل على ميدالية البرونزية في بطولة العالم اللي فاتت متاع 2022 في جوادة الأخارة وبالنسبة للترتيب الحالي الترتيب الأولمبي بالطبيعة هو رقم تسعة بالانتصارة ذاية اللي عملوا الفا بروغريسية أو الترتيبة ذاية متاع الشهر اللي فات يعني بالميدالية الذهبية ذاية الفا بروغريسية بشكل كبير في الترتيب الأولمبي وبش يدخل في كوكبة المتأهلين ما زال مش ديفينيتيفمان بالطبيعة ما زالوا في دولات أخرين قدام لكن بش يدخل بقوة في المنافسة من أجل التأهل المباشر بالضبط كما خليل جندوبي دمك التأهل المباشر بالترتيب الأولمبي مغير ما يدخل في بعض في تصفيات قرية وإقليمية دمك إن شاء الله في راس القاتوسي مش يكون بلوتار من بين المتأهلين ومن بين المنافسين الجديين على ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية بيريس 2014 يعني انتوقعوا وأنه في الألعاب الأولمبية دي عنا برشة ميداليات إن شاء الله بش جيل تونس عبر الأبطال المتاعن بالطبيعة ما زال عنا برشة أخرين مش كما قلت لكم من الأول مش ينضموا للقايمة هذية بعد ما تكتمل التصفيات كما قلت ثم التصفيات بش تصير قرية في أفريقيا وإقليمية ثم الترتيب عالمي في برشة رياضات من هنا لك الوقت بش يسيروا بش يدخلوا فيه وبش يترشحوا منه أيضا تونسة أخرين وإن شاء الله غير ذاي الكل عنا رياضات جماعية زادة أكيد بش نلقاه المنتخبات التونسية في العديد من الرياضات الجماعية في أولمبياد باريس 2014 بان شانس بان ترافاي بورتونو شامبيون تونيزيين وإن شاء الله في الألعاب الأولمبية من ثم كان الذهب ومن قبله كان الذهب في ختم الفيديو مرة أخرى نعود ونذكر ما تنسوش أخواتكم فلسطينيين بالله أقلها أقلها بالدعاء باللي بيبليكاسيون بنبورتكوا يلزم الناس كل تسمع وتعرف الظلم الكبير المسلط على أخوتنا في فلسطيني ربي خفف عليهم وربي ينصرهم كنت معكم مراد بالحاج من تونس شكرا على المتابعة إلى اللقاء